استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة الأولمبية البحرينية ساعدت السيد ويليام روباك سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين وأكد سمو خلال اللقاء على أهمية تعزيز السبل الكفيلة بمواصلة تطوير التعاون القائم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات بالإضافة إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بجهود البلدين المشتركة والتي تساهم في الارتقاء بهذا التعاون والوصول به إلى أعلى المستويات كما سعرض سموه مع السفير الأمريكي عدد من الموضوعات أبرزها في الجانب الشبابي والرياضي والخيري والإنساني وقد أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة عن شكره وتقديره لمملكة البحرين وقيادتها وحرصها الموصول على توطيل وتنمية مجالات التعاون بين البلدين مؤكدا سعي بلاده للارتقاء بما يجمعها مع مملكة البحرين من علاقات طيبة وتنسيق مشترك في العديد من المجالات